وصلنا معاكم النهاردة في قصة حقيقية لآخر حلقتنا في الموسم الخامس بفكر نفسي كده وفكركم بالفرص الجديدة اللي بيقدمها لنا ربنا كل سنة عشان اللي ملحقش ان هو ياخد أجر وسواب يجرب ويحاول تاني يحمد ربنا ان العمر لسه مخلصش ولسه في بقية عشان يعوض اللي فاته ممكن تبقى فرصة للي الظلم وافترى واجع غيره انه يرد المظالم يتوب يستغفر وفرصة للي قطع صلة الرحم مع أهله وقريبه انه يرجع تاني ويبقى الشايف غير ابتغاء مرادات الله وكلنا في الآخر ماشيين محدش هياخد حاجة من الدنيا هنتكلم عن فرصة جديدة لممدوح ومراده ابترق السحائية النهاردة ان هم ينقذوا بيتهم وأطفالهم بيرجعوا تاني بعد كل اللي وصلوا لي لدرجة انه ممدوح بعطلنا بيقول في رسالته انا ومراتي قسمنا بنا العيال هي خدت البنت وأنا خدت الولاد وهموت واشوف بنتي طب يعني ايه مقسمين العيال طبعا عمري باسمع انه فيه ممكن نقسم أراضي نقسم ورس أو حتى ان الأب والأم يقسموا رغيف العيش مع ولادهم زي ما بيقولوا لكن هيقسموا الولاد ما بينهم حاجة جديدة قوي علينا كلنا تعالوا نسمع الحكاية من أولها ونشوف ممدوح بعطلنا يقول لنا ايه اسمي ممدوح في التلاتينات من عمري حكايتي بدأت سنة 2005 لما اتجوزت من بنت خريجة كلية تربية نوعية وكان مؤهلي دبلوم تبريد وتكيف ودخلت معهد فني صنايع في قوسنا بس سبتو نظروف خارجة عن قراطي كنت بحلما اتجوز بنت معها مؤهل عالي عشان تعرف تربي ولادي أحسن تربية وتكون كويسة في التعامل معي وترفعني بتعليمها وتفكيرها وانا أحقق لها كل اللي أقدر عليه بشغلي وتعبي ونكمل مع بعض بس للأسف اكتشفت بعد الجواز ان امراضي ميح وان التعليم والشهادات مش شرط انهم يخلوا البني قدم ناضج وفهم الدنيا صح واكتشفت كمان ان اهلها دون المستوى والحاجة الوحيدة اللي شاطرين فيها هي العند لكن مش فاهمين يعني ايه كلمة زوج واني لازم الستة تحترم رجلها بالأصول والتراضي ورغم اني صنع يعي بس أنا وأهلي يشهد ربنا كنا ولاد أصول قوي خلفت منها عيل في التاني وكل يوم كان نكد على ما فيش نكد ملوش أساس ولا أصل ولا فصل وفي وقت من الأوقات فكرت أطلقها بس قلت اعتبرها معزة بتربي عيالها أفضل من الطلاق بدل ما الولاد يكونوا مشوشين ومزبزبين استحمل يا واد وانت الراجل لحد هنا عايزة أقف شوية خدتوا بالكم انها مش قادرة طلع الكلمة اللي هو بعيتها في الرسالة زي ما هو بعيتها بالزبط معزة بتربي عيالها يا ممدوح أنا مقدارة أنه ممكن واحد يقول كده من غلبه أو قهره أو أنه مخنوق بس برضو الكلمة ممكن يكون يا معنى تاني يبين شكل معاملتك ونظرتك ليها تعالوا نكمل لما الدولة قررت تعيين 30 ألف مدرس قلت أقدم لها وهي تبقى بتشتغل وتنفع عيالها يمكن لما تختلط بالبشر تفهم الدنيا بشكل أحسن وتعرف يعني زوج وبيت وأسرة بقيت بقدم معاها وجريت بيها لما امتحنت لدرجة أني كنت بحل معاها الكمبيوتر وقابلت رؤسائها وبقيت أتحايل عليهم واشكي ظروفنا لحد ما خدمونا وتعينت في الأليوبية ولما امراطي اشتغلت بقت تخلق المشاكل باستمرار رغم أن بنتنا كانت صغيرة وأنا اللي كنت بقوم برعايتها وكمان كنت بقوم أحيانا بشغل ببيت جنب شغلي وكنت موفر كل احتياجات البيت بس للأسف اكتشفت أن راحت الست أكبر غلطة وقعت فيها لأن راحتها خلتها تخلق المشاكل بزيادة اكتشفت كمان أن مراطي في طريقها للشغل بقت تركب موتسيكلات وتوريسيكلات جنب الرجال الأجانب وفي يوم مراطي ماشيت وثبت البيت وهنت عليها العشرة بسبب مشاكل عادية ما تستهلش الخلاف حاولت بكل الطرق أني أنقذ الموقف ودخلت الأهل والمعارف للصلح بس ما لقيتش منها ومن أهلها غير الشتيمة وقلت القيمة قدام الناس والتهديد أنها هتاخد علي أحكام واشترتوا أني لو عايزها ترجع لازم أمضي على شيك قال إيه عشان نضمن حق ابنتنا لما رفضت مراطي وأهلها عنده أكتر وصمموا على الخراب وأخدت مراطي بنتي الصغير وثابت الولاد بحكم أنهم كانوا كبار ما رضيوش يروحوا معاها بسبب سوء معاملتهم هي وأهلها ودخلنا المحاكم مراطي يا سالي رفعت علي قضية قيمة ونفقة وضم صغار من كتر المشاكل والقضايا الولاد جاء لهم اكتئب شديد خصوصا ابننا الوسطاني بسبب اللفترة وسوق المعاملة اللي شافه من أمه سواء بالضرب أو الإهانة ورش المياه السخنة على عينه والضربة بالحزان في الشارع كنت ببعت لها الولاد عشان قلبها يحن وتفوق وتتراجع عن اللي هي فيه بس كانت بتعملهم معاملة صعبة كلها غل وكراهية بس موقفهم ضدها اختيارهم إنهم يعيشوا معايا اللي خلها تعمل كده والحد دلوقتي حرماني بن بنتي صغير من خمس سنين وفاهمها إن لو شفتها هموتها خمس سنين يا سالي نفسي أشوف بنتي وحضنها واخوتها كمان نفسهم يحضنوها بس أمها مأسيها علي لدرجة إن بنتي ابتداء علي بالموت والغريب في الأمر إن كنت مسمي بنتي شفاء وقلت ده اسم قرآني يمكن ربنا يجعل فيه شفاء وهدى ورحمة للبيت وأهل البيت ما كنتش أعرف إن هتحرم منها وقلبي هيبقى حزين ومريض بحبها عرضت على مراتي نبدل الوضع شوي هي تأخذ الولاد وأنا أخذ بنتي أربيها شوي وأعرفها مين هو أبوها حبيبها وكأننا بنتبادل أسرى حرب بس برضو رجبت دماغها ورفضت وبتقول للناس أولادي عايزيني وأبوهم بيمنعهم هل سنة 15 سنة ينفع يتمنع وهو حر طليق ويروح المدرسة ودروسه الخصوصية وهي مش بتحاول تشوفهم أصلا أمنيتي بس أشوف بنتي أنا وإخوتها ولازم بنتي تعرف إن أنا وإخوتها بنحبها ومكرهين على بعدنا عنها كلموها وقولولها اتقي الله وينسي الغل وطفي النار وبعاتي بنتك تشوف أبوها وإخوتها ويرضي ربنا واتقي الله خصوصا إنها عارفة إن حقاني وعمري ما أخطف بنتي لأن دي جريمة ومش سهل أسيب البلد وطفش لأن فرقبتي أولاد كتير هروح بيوم فين ده غير إني مش ناقص أحكام أنا تبهدلت أصلا وبدفع نفقة شهرية بغير الدروس واللبس والمدرسة والأكل والشرب وإنتي عارفة يا سالين الحياة غالية حذروها من قطع الرحم هي حرة في حياتها لكن مش حرة تعمل كده في بنتها وبقية الولاد نشدوها أشوف بنتي وأكلمها كلنا أنا وعيلتي عايزين نشوفها إنها شو الحروب اللي بقت بتحصل بين الأزواج في المحاكم وبهدلة الأطفال مراتي خربت بيتها وأصبحت بلا قيمة ضيعت كل حاجة وأصبحت بلا كين وأمها مصدر الإزعاج في حياتنا ميتة ميتة سواء النهاردة أو بكر وللأسف أخوتها مش هيشلوها هي بس حلوة في عينهم دلوقتي بسبب المرتب والفلوس اللي هي سببها لك بيتها غير كده الناس في البلد خدت فكرة عنها إن هي وأهلها مصدر الإزعاج ومحدش هيفكر يتجوزها بكل المشاكل اللي عاملها دي ساعدوني بالله عليكم طيب لحد هنا وخلصت رسالة ممدوح رسالة أكبر ضحايا فيها مين؟ الأطفال خصوصا لما تكون بنت اتحرمت من أبوها أو اتيتمت وأبوها لسه عايش وصل بيها الحال إنه يبدأ دي علي إنه يموت والأغرب إن اسمها شفاء شفاء مأساسة طيب لما اتنين كبار بيختلفوا ولادكم زنبهم إيه؟ يا طرى فيه أم ممكن تخلي بنتها تكره أبوها لو كرهته وعشت سنين مش بتشوفه ودماغها بقى عمالة بقى تخش جوابها إيه أكاذيب وكره ممكن يكون فيه أمل إن هي ترجع تحبه تاني تعرفه على حقيقته طيب ما همدوح بقى صاحب الرسالة اللي عرضناها بكل ما فيها من تشبيهات هو كتبها بنفسه لأنا ممكن أكون رفضة نصها بس برضو مش هنيجي عليه زي إنه اعتبر مراته معزة بتربيه الولاد وإنهم أورد أصول وكده طيب ما هو ممكن هو يكون فعلا ملكه مظلوم هيكون مظلوم بنسبة 100% واللي هو بقى بيحكي نصر حدوتها من وجهة نظره بس زي ما بيحصل هنا ما هنسمع رأي وهنموت ونسمع رأي تاني وساعات ما بنعمل القصة بنشتكم أو فريل الأعداد بيكلمكن وإنتوا تطلعوا وتقولوا رأيكم كمان مع الدراش مشاكل نسمع على الطرفين ونحل المهم فيه أمل بعد الكل اللي حصل ده أن ما هي ترجع لما جريها تاني أو على الأقل كل الطرف يروح لحاله من غير ما يكون في حرب مستمرة والأطفال الغلابة دول عما يدفعوا تمنها أسئلة كتير قوي هنحاول نجاوب عليها